ليه لماذا الألم ليه في وجع إذا كان ربنا بيحب الناس لأن احنا دعوتنا الأولى في المسيحية الله محبة ربنا قب طيب ربنا القب يعزب عياله ربنا الطيب يسيب عياله كده يتفلقه في الوجع لو أنا عندي طفل صغير وعنده دم الخراج والخراج ده لو سبته هيجيب له تسمم وممكن يموت وانا بوه باخده بيدي الجراح وعايل صغير مش فهم حاجة يقوم الجراح يقول لي امسك ابنك كويس بدل ما نديله ابن كل ويجيب مشرة ويدخل في الخراج ده يفتحه والولد يسرخ ويبصلي انت أب ولا مفتري انت بتعمل فيه كده ليه أنا طبعا قلبي وجعني جدا لأن ابني بيسرخ إنما مش هقرف احكيله واشرح له لأنه صغير يعني ايه خراج وتسمم وحالة خطر مش هعرف اشرحه مش هيف هيفهم امتى لما يكبر وبعدين هحايله لما نخلص العملية دي اخده في حضني وقعده طبطب عليه واجبله حاجة حلوة إذن اللي احنا شفناه وجع شديد قوي بلا معنى ده اللي بيقوله الملحدين طلع انه له معنى ومعنى كبير قوي وقد يكون معنى أقيم وأهم جدا من غياب الألم ذاته ده سؤال من أسئلة ما يدعوه الملحدين واللي بيتهموا ربنا إنه ربنا أحنا يبقى قاسي أو ظالم إن وجد ربنا نأكد لهم إلهنا كل حب وإن وجعنا فهو بيوجعنا بسبب حبه ولو رفع الوجع بيرفع الوجع برضه بسبب حبه اشتركوا في القناة